اشتركوا في القناة وكذلك تشكيل لجنة نولائية لمحاورة ممثل المعتصمين كتبت جريدة النهار أن رقعة موجة الاحتجاجات تسعت بمدينة عين صالح لتتحول إلى مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والمحتجين الرافضين لمشروع الغاز الصخرية أين حاول هؤلاء؟ اقتحام مقر أمن الدائرة حسب النهار حيث تم تحتهم الجدار الخلفي لمقر الأمن وأين اصطدم المحتجون بقوات مكافحة الشغب ودارت مواجهات عنيفة بين الطرفين استخدم فيها المحتجون الحجارة ومقذوفات متنوعة كما اقتحم المحتجون نزل الشرطة وأحرقوا أجزاء منها إضافة إلى بعض أجنحة مقر الدائرة ووسط أجواء مشحونة قد جاء تصعيد لهجة الاحتجاج بعدما انطلقت أمس الأول إثر محاصرة الشركة الأمريكية هالي بيرتون مما استدعى تدخل الدرك أين تم تطويق الشركة ليتوجه المحتجون إلى وسط المدينة أين اندلعت الاشتباكات التي خلفت 14 جريحا في صفوف المحتجين و20 من رجال الأمن ننتقل مشاهدين إلى جريدة وقت الجزائر التي عنونت أولى صفحاتها بالبنط العريض لهذا السبب نشبت معركة بين السعداني وحلون وكذلك في عنوين فرعية الحزبان سيتنفسان على بقية هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكتب صاحب المقال أن المكلف بالإعلام في الأفلان سعيد بوحجة أقر بأن المواجهة المفتوحة بين سعداني وحلون إنما خلفيتها صراع بين الأفلان وحزب العمال حول التموقع داخل المركزية النقابية مبديا توجسا من أن يتظثر العمال نقابيون بتسمية حزب العمال بما قد يمكنه السيطرة على أكبر تنظيم جماهيري نقابي موالي للسلطة ويضيف المتحدث حسب الجريد فإن سعداني انتقد حزب العمال من موقعه كنقابي وعوذ قيادي فاعل داخل الهيئة التنفيذية للاتحاد ومن المؤكد أن تصريحاته تخفي أيضا بعدا لصراع جار بين الحزبين داخل هذه الهيئة وداخل بقية هيئات الاتحاد ومنها أمانته الوطنية وفروعه الوطنية وفدراليته الولائية بما أن الحزبين لهم مكانة حاليا في الاتحاد ننتقل مشاهدين إلى جريدة أخبار اليوم التي عنونت صدر صفحتها الأولى الساتذة يضربون هنا ويقدمون دروسا خصوصية هناك هكذا قالت بنغبريت والتي وصفت الإضراءبات التي يعيشها قطاع التربية بأنها تصرفات غير مسؤولة قالت الجريدة في ثالث صفحاتها أن وزيرة التربية الوطنية نورية بنغبريت رمعون وصفت الإضراءبات التي يعيشها قطاع التربية منذ بضعة أسابيع بالتصرفات الغير مسؤولة وفتحت النار على الأساتذة المضربين التي في ذات الوقت أبدت مؤسفها الشديد حيال الوضع الذي آلت إليه المنظومة التربوية وأشارت بنغبريت إلى أن هناك بعض الأساتذة المضربين الذين يتمسكون بالإضراءب لكن بالمقابل يهرعون إلى إعطاء الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية واعتبرت بنغبريت أن ما يعيشه قطاع ينم عن إرادة بعض الأطراف في خوصصة القطاع من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاص في سياق متصل ننتقل إلى جريدة البلاد ذهبت إلى نفس الموضوع وعنوانت أولى صفحاتها بالإضرابات هدفها خوصصة المدرسة الجزائرية وفي عنوين فرعية بنغبريت تتهم أطرافا لم تسمها وكذلك المضربون يركضون وراء الدروس الخصوصية مقابل غلق المدرسة كتب صاحب المقال أن وزيرة التربية الوطنية نورية بنغبريت عادت لتلقب الاتهامات وتهمت أطرافا لم تحددها بالاسم بمحاولة إغراق المدرسة في الإضرابات لضرب وتكسير القطاع للوصول إلى خوصصة المدرسة العمومية من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه بعدها إلى مؤسسات التعليم الخاصة وقالت الوزيرة أن المضربين حسب البلاد هم يعمدون إلى البزنسة والإساءة في أخلاقية المهنة لأخلاقية المهنة من خلال الركض وراء الدروس الخصوصية مقابل غلق المدرسة العمومية وأكدت الوزيرة أن ما يعيشه قطاع التربية يكشف عن إرادة بعض الأطراف في خوصصة القطاع والمدرسة الجزائرية من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة وحذر تضيف الجريدة من تحطيم معنويات التلاميذ بسبب إصرار النقابات على رفض الهدنة التي دعت إليها الوزيرة معتبرة أن من بين الأسباب التي أدت إلى الإضرابات التي يعيشها القطاع يوجد نقص أو عدم معرفة للنصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر مشاهدين ننتقل إلى جريدة الحياة العربية والتي اهتمت بشأن المالي وكتبت الجزائر تصالح بين الماليين وفي عنوين فرعية خمس أطراف الأزمة في مالي توقع على اتفاق السلام والمصالحة برعاية الجزائر والأمم المتحدة وبحسب الحياة العربية فقد وقعت أمس أطراف الأزمة في مالي بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة برعاية الجزائر والأمم المتحدة بعد خمس جولات منذ شهر جوليا من العام الماضي 2014 ووقع الاتفاق ممثل حكومة باماكو وقادة التنظيمات السياسية المسلحة المعارضة للحكومة لحكومة شمال مالي بالإضافة إلى فريق الوسطة الدولي الذي تقوده الجزائر وممثل الأمم المتحدة وحضر مراسم التوقيع ممثلاء الحكومتين الأمريكيتين والفرنسية والحركات السياسية المسلحة المعنية بالاتفاق وهي الست بينما فضلت ثلاث من الحركات الأزوادية من أصل الحركات الست المتنازعة من حكومة باماكو أن توقع الاتفاق بالأحرف الأولى بمعنى أن يكون مبدئيا في انتظار التوقيع التوقيع النهائي ريثما تعود إلى موطنها للتشاور مع قواعدها المحلية مشاهدين إلى عالم الصحافة الدولية والبداية من جريدة الصباح الكويتية التي عنونت هادي صنع عاصمة محتلة وإجراء الحثيين انقلابا كاملا بكامل الأركان وكتبت الجريدة أن رئيس هادي عبدرب منصور قد أعلن صنع عاصمة محتلة متهم الحثيين بالانقلاب على الحوار وقال الرئيس اليمني إنما جرى في صنع عملية انقلابية مكتملة الأركان جاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي بوفد عسكري وسياسي وقبلي من إقليم سبأ الجوف مأرب في محافظة عدن وذلك لتأييد الرئيس هادي والوقوف إلى جانبه وأوضحت مصادر من الوفد حسب الجريدة أن وفد إقليم سبأ المكون من أكثر من مئات شخصية من سياسيين وعسكريين وشيوخ قبائل وشباب عبروا للرئيس هادي عن تأييدهم للشرعية والدستورية ووقوفهم إلى جانب الرئيس هادي رافضين الدعوات الطائفية والمذهبية وما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل جماعة الحوثي ومشاهدين انتقلوا إلى جريدة القدس العربي التي أرادت العودة إلى العلاقات المصرية بحركة المقاومة الإسلامية حماس وعنونت قائد في حماس يتوقع ضربات جوية مصرية لغزة وفي عنوين فرعية الحركة تصاعد لهجتها ضد القاهرة بعد حكم باعتبارها حركة إرهابية حيث توقع مسؤول رفيع في حركة حماس أن تستخدم السلطة المصرية للحكم الصادر على محكمة للأمور المستعجلة في القاهرة اعتبارها حركة باعتبارها حركة إرهابية لتوجيه ضربات جوية لمواقع الحركة في قطاع غزة وهو أمر توقعته مصادر إسرائيلية أيضا واعتبر الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الموجود في هذه الأوقات في مصر أن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قرار سياسي لا علاقة له بالأمور المستعجلة به وهي محكمة غير مختصة وأشار إلى أن حماس لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو الاستئناف على الحكم الصادر ضدها لأن حماس ليست طرفا في الخصومة وليست طرفا في الدعوة المرفوعة على الحكومة المصرية ننتقل مشاهدين إلى جريدة الحياة اللندونية التي عنونت أولى صفحاتها والتي عادت إلى ملف العلاقات السعودية والمصرية وعنونت أولى صفحاتها قمة الملك سلمان والسيسي علاقات السعودية ومصر هي علاقات استراتيجية وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز وقائد الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعهما في الرياض أمس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيزها في المجالات كافة وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الملك سلمان والسيسي عرضا أوجه التعاون وبحثا في تطورات المنطقة والعالم وتشهد الرياض نشاطا مكثفا اليوم وغدا إذ يجري الملك سلمان محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الرياض أمس بعد أدائه مناسك العمر في مكة فيما سيلتقي ملك السعودية غدا رئيس وزراء باكستان نواز شريف ويبحث معه في الأوضاع الإقليمية ومكافحة الإرهاب كما سيصل إلى الرياض هذا الأسبوع وزير الخارجي الأمريكي جون كيري وتعرف السعودية نشاطا سياسيا خارجيا غير مسبوق بغية توطيد العلاقات وتمتينها مع الملك الجديد مشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية معرض الصحافة للنهار اليوم متابعة شيقة لبقية برامج قناة الوطن الجزائرية السلام عليكم اشتركوا في القناة